أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الطالبين السعوديين ذي باليامي وجاسر أرراكا بعد وفاتهما في ولاية ماساتشوسيس وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيدر نويرت في بيان صحفي صدر اليوم إن غرق الشابين الذين حاولا بشجاعة إنقاذهما لطفلين من الغرق يعدون موذجا للطلاب من خارج الولايات المتحدة وممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأضافت أن ذي بوجاسر كان من الطلاب أو بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة وقد عكس فهما دوليا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية وفي بلادهم ترجمة نانسي قنقر